أقامت دائرة الموارد البشرية بالشرقة صباح الخميس حفل ختام البرنامج التدريب الصيفي لعام 2017 لطلبة المدارس والجامعات في مقرها بلدفين بحضور عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين والموظفين بالدائرة والطلبة والطالبات المتدربين وذويهم حفل ختام برنامج التدريب الصيفي لعام 2017 لطلبة المدارس والجامعات بمقر فرع دائرة الموارد البشرية بالدفين بدأ بتقديم عرض مرئي قدم صورة عن واقع التدريب الذي خضع له الطلبة والطالبات في مقار الجهات والدوائر والمؤسسات في الإمارة وعرض نماذج من الوظائف والمهام التي تسلمها الطلبة ثم قام عبدالله إبراهيم الزعبي مدير شؤون الأفرع بالدائرة يرافقه سلطان بن هويد النائب مدير إدارة برامج تطوير الموارد البشرية بتكريم الطلبة وكان البرنامج قد انطلق خلال إجازة الطلاب الصيفية الحالية واستمر لمدة أربعة أسابيع متتالية بمشاركة 193 من طلاب الجامعات والكليات وطلبت المدارس من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر من إمارة الشارقة ومناطقها الوسطى والشرقية وشاركت فيها أربعون جهة ومؤسسة حكومية في إمارة الشارقة استضافت خلاله الطلبة والطالبات بمقارها للتدريب في مختلف الأقسام والقطاعات الوظيفية واستهدف البرنامج كافة المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة حيث تم تدريب كل طالب في المدينة والمنطقة التي يقطنها كما شمل كافة الجهات الحكومية والأفرع التابعة لها بمختلف مدن ومناطق الإمارة تلفذ الدائرة برنامج التدريب الصيفي سنوياً انطلاقاً من نظرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم رضو المجلس العلى حاكم الشارقة التنموية الرامية إلى تنمية وبناء الإنسان ويعكس اهتمام سموه في النشأ واستثمار طاقاتهم وتنمية قدراتهم للتمكن من المساهمة بأدوار فاعلة في بناء مجتمعهم التدريب شكل فرصة مثالية لتعزيز ثقة الطالب بنفسه وتكوين تصوير مبدئه عن الاتجاه الأكاديمي المناسب له وتهيئته لدخول عالم الوظائف والأعمال والتزويد بكمية من المعارف المهنية والتعرف على بيئة العمل بطريقة واقعية اشتركوا في القناة